لكن هو مجتمع جديد ده براند نيم جديد للعمران في مصر العاصمة الإدارية هل هي الوحيدة في مصر؟ لا احنا عدنا التلاتين مدينة جديدة في اتعاملوا في التسع سنوات اللي فاتوا عندك ساحل البحر الأبيض المتوسط كان معروف فيه اسكندرية كان فيه ضمياط ما كانتش باينة قوي النهاردة بقى فيه المنصورة الجديدة ماشيين بقى فيه العالمين ماشيين قدام شوية بقى فيه رأس الحكمة ماشيين ضموا لولاية هيئة المجتمعات عندك الساحل الشمالي في مصر بالكامل هيتطور عملية التطوير تجذب استثمارات بتوفر فرص عمالة مستقبلا بتوفر حياة كريمة لانك هتستقدر هنا هتقدر تستوعبي الزيادة المضطاردة في عدد السكان في مصر احنا كنا كام مليون والنهاردة كام مليون متوقع نوصل لكام مليون هيعيشوا فين المصريين يعني لو فضلنا عايشين في الواد الضيق اللي كنا عايشين فيه انتشار العشويات كم تكلف العشويات الدولة الدولة الوحيدة في العالم اللي قضعت على العشويات الخطرة ده كان حلم كبير جدا طبعا ده غير انجازات تانية اقتصادية وليها لفة كمان بالعالم السياحي في مصر وخريطة مصر العالمية شكلها عامل ازاي النهاردة على المستوى العالمي السياحي